ازاي لعيب كمال الاكسام المحترف بيتخلص من او علامات التمدد اللي موجودة على جلده موظم لعيبة كمال الاكسام بسبب المنشطات والتمرين الشديد قوي وزنهم وكثافتهم العضلية بتزيد في فترة زمنية وصيرة جدا وده اللي بيخلى الجلد بتاعهم يتشد وبالتالي بيظهر لهم علامات التمدد او وكل ما كانت بتاعتك الجديدة كل ما بيسهل علاجها لحد لما بتوصل لللون الابيض وده بيبقى غالبا مكلف جدا عشان تعالجه وفيه طريقة من اتنين يا فورمة بتعالج بيها بتاعتك حتى لو كانت بيضة الطريقة الاولينية اسمها واللي بتعتمد على انقباضات بتاعتك علشان تجدد الكوليجين بتاعها وبالتالي شكلها يكون افضل اما بقى بالنسبة للنوع التاني وهو العلاج بالليزر سواء الطريقة الاولينية او الطريقة التانية كل واحدة منهم بتاخد وقت طويل وللأسف بتبقى غالية جدا ونصيحة تقبل شكلك زي ما هو بالستريتش ماركس بتاعتك لان هي بتدل على قد ايه انت عملت انجازات عشان توصل لللي انت وصلت له في الوقت الحالي بقدم لك محتوى عن الفيتنس وكمال الاكسام فلو مهتم ما تنساش تعمل فولوو ترجمة نانسي قنقر